السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علشان تكتب البرهان لازم تستغل المعطيات كل اللي عليك هتكتب كل معطى بما انه واستنتاج كل معطى ايزا فيها الشكل المقابل قلب به بالسوء الف دال قلب به بالسوء الف دال جد بعد في الطوق الف دال كتعة مستقيمة وازي بهجيم كتعة مستقيم الف دال بوازي بهجيم اوجد كياس دال بوازي بحجيم عايز كياس دال لبيهجيم العائز كياس hedال بوازي يغوى بسعني تلاحظ انBER كل معطى استنتاج هتكتب اول معطى منه وتسيبت سطر تحت طالي للايستنتاج وتكتب اول معطى ثم استهم سطر التحت الناستنتاج نعم الاستنتاج بعد كذا تكتبت استنتاج كل معطى ايزا وكذا تبدأ حلية المسالة البرهان أول معطى ألف بي تساوي ألف داين اكتبوا بمأنه بمأنه ألف بي تساوي ألف داين سيب سطر تحتيل الاستنتاج الثاني معطى ألف داكتعة مستقيمة يوازي بهجيم كتعة مستقيمة اكتبوا بمأنه بمأنه ألف داكتعة مستقيمة بيوازي بهجيم كتعة مستقيمة بعد كده تكتب كل استنتاج كل معطى ايزا? اول معطى الى بتسوى الف دا الاي ايه الاستنتاج بتاعه? الى بي بتسوى الف دا الاي يبقى المثلث الى بي ايزا كان المثلث متسعوا السرقين يبقى زروتان كعده متسعوتين في الكياس. يبقى كياس زروتيني تسوى كياس زروتين.いや ان كياس زروت الى الب بتساوي كياس زاوية الف بهدال بتساوي تلاتين درجة. نكتب اذا كياس زاوية الف دال به بتساوي كياس زاوية الف بهدال بتساوي تلاتين درجة قده. واكتب هنا تلاتين درجة. تاني معطا. الف دال كطع مستقيم ووزي بيجين كطع مستقيم. ايه الاستنتاج بتاعه? الف دال بوزي بيجين. هلاقي الزاويتين على شكل حرف الزد. يبقى بساوي بعدي بالتبادل. الزاوية دين. والزاوية دين. على شكل حرف الزد. يبقى بساوي بعدي بالتبادل. يبقى ازا كياس زاوية دال بهجين. بتساوي كياس زاوية الف دال به. بتساوي تلاتين درجة بالتبادل. نكتب ازا. كياس زاوية. دال بهجين. بتساوي كياس زاوية. الف دال به. بتساوي تلاتين درجة جدها بالزبط. بس اكتب جنبها بالتبادل. وكده تبقى حالية المسألة. وده المطلوب اللي هو عالي. شايفين الخطوات بسيطة ازاي. مع اي مسألة اكتب البرهان من المعطيات. ينزل البرهان. you